نظم محامون باكستانيون إضرابا عاما يوم الثلاثاء بعد التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 74 شخصا وقال موظف في القطاع الطبي إن 60 من الضحايا هم من المحامين الذين تجمعوا في المستشفى لتشيع جثمان زميلهم البارز الذي قتل قبل ساعة وقد دع رئيس جمعية المحكمة العليا الحكومة إلى حماية المحامين وحتى الآن ادعى كلهم من فصائل حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية بأنه المسؤول عن هذا الهجوم الشنيع رغم أن المسؤولين يقولون أن دعاء طالبان هو أكثر مصداقية